تسريبات الأخيرة لنيويورك تايمز وموقع انتاس بيت الذين كشفا أن المخابرات الإيرانية تحرك المشهد السياسي والأمنية في العراق حتى أن النفوذ الإيرانية يصل إلى الحوزات الدينية غير أن السؤال هل في هذا جديد؟ فمعروف أن طهران تتمتع بنفوذ واسع في العراق ربما الجديد هذه المرة أن الأسماء التي كشف عنها قيل إن بعضها يتمتع بعلاقة خاصة مع إيران من بينهم رئيس الوزراء الحال عادل عبد المهدي ثم جديد آخر أن المخابرات الإيرانية حاولت تجنيد عملاء السابقين في وكلة الاستخبارات الأمريكية ننظر أيضا في التوقيت الذي كشفت فيه التسريبات فالشارع العراقي لا يزال في الشارع محتجا وغاضبا ومطالبا بمحاربة الفساد وإسقاط الحكومة وإسقاط نفوذ إيران قبل قليل مسؤول في الخارجية الأمريكية يقول إن إيران تحاول تدمير العراق لم يأتي من عدم كل هذا الغضب العراقي الدفين ضد إيران والذي تجلى بوضوح في الحراك الاحتجاجي الذي يشتاح البلاد حصيرة تؤكدها وثائق الاستخبارات الإيرانية المسربة إلى موقع انترسب والتي نشرها الموقع بالتعاون مع نيويورك تايمز وتعود إلى عامي 2014 و2015 فيما قد يصح تسميته بإيران ليكس يتضح الرابط الخفي بين غضب المحتجين والنفوذ الإيراني المتغول في العراق والذي يغذي منظومة فساد يلقي المتظاهرون باللائمة عليها فيما يعانونه من ضائقة معيشية وتتسرب حيثيات هذا النفوذ الذي تتمتع به إيران على العديد من الشخصيات السياسية العراقية البارزة في وثائق تفسح عن قلق إيراني إذا أتولي رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي تصفه بمرشح أمريكا رئاسات الحكومة قبل أن تهدي العلاقات الوثيقة لإيران مع العديد من الوزراء في حكومته آنذاك من روع تهران علاقة تفصلها الوثائق وتشمل رئيس الحكومة الحالي ووزير النفط آنذاك عدل عبد المهدي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية سابقا إبراهيم الجعفري وآخرين كما تكشف الوثائق عن ضغوط ورشة بلغت قيمة إحداها 16 مليون دولار دفعت لنائب عراقي لجأت إليها تهران لقاء إرساء مناقصات المشاريع على شركات إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني في قطاعات حيوية تشمل النفطة ومشاريع البنى التحتية وتكشف الوثائق أيضا ملامح الدور الطائفي الذي لعبته إيران في العراق فتسهب في الحديث عن ممارسات الميليشيات المدعومة من إيران في القرى والبلدات التي كان تنظيم داعش يحتلها ولسيما بلدة جرف الصخر السنية التي شهدت أعدامات ميدانية جماعية بحق المدانيين على يد ميليشيات الحجد الشعبي وهو ما وثقته فيديوهات عدة وتشي الوثائق بوجود انقسام داخل أروقة الاستخبارات الإيرانية بشأن الدور الذي يؤديه رئيس فيلق القدس قاسم سليماني في الحرب ضد تنظيم داعش فتنتقد الوثائق الظهور المتكررة لسليماني على جبهات القتال بوصفه استعراضا مؤذيا للنفوذ الإيراني وتحث على وضع حد لممارساته ووقف العنف ضد السنة لأنه يخدم غرماء إيران الإقليميين وفقا للوثيقة وتقدم الوثائق تفاصيل كثيرة بشأن نفوذ سليماني ونظام طهران والذي يتجاوز ميادين القتال إلى السياسة فتفصل كيف منح وزير النقل العراقي السابق بيان جابرسولاغ الإذنى لسليماني لتسيير طائرات عبر المجال الجوي العراقي لدعم عمليات طهران العسكرية في سوريا وكيف وضعت الاستخبارات العراقية مواردها ومقدراتها في خدمة إيران بما فيها تلك المقدمة من أمريكا بأمر من قائدها آنذاك حاتم المقصوص وكيف جندت إيران عملاء السابقين للسياي اي وحاولت تجنيد مسؤول في الخارجية الأمريكية على اطلاع بخطة أمريكا في العراق وكيف تجسست على محادثات المسؤولين العراقيين والأمريكيين وزرعت جواسيس في مطار بغداد لمراقبة تحركات الجيش الأمريكي كما تفصح الوثائق عن اجتماع سري عقده فيلق القدس مع الإخوان المسلمين في تركيا عقب الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي لبحث تشكيل جبهة موحدة ضد السعودية حول هذا الموضوع من أربيل دكتور عادل الجبوري الناشط والأكاديمي ومن واشنطن فريد فلتز الرئيس والمدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور عادل ما الذي نعرفه عن طبيعة العلاقة التي تربط المخابرات الإيرانية تحديدا فيلق القدس من جهة أخرى مع كبار المسؤولين في العراق بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي إلى مشاهدي قناة الحرة يعني نحن كل نعرف أنه أكو علاقة قوية بين المخابرات الإيرانية وقادة الحكم في العراق الآن لكن هذه الوثائق التي تسربت مؤخرا هي تأكيد لمن يضع هذه المعلومات في دائرة الشيك تأكيد أن هذه العلاقة موجودة وأن الرجال العلاق الحاليين الذين يحكمون في السلطة لا يكونون في السلطة إلا بمباركة إيران ومن لم يكن ضمن مباركة إيرانية ليس له مكان في السلطة في العراق رئيس الوزراء الحالي والرئيس الوزراء السابق والأسبق هم كلهم كانوا لديهم ارتباطات مع إيران ويحولون الأموال العراقية إلى إيران لذلك يشوف الشعب العراقي انتفض اليوم ورفض كل هذا الوجود الإيراني في العراق ولكن دكتور العلاقة شيء والعمالة شيء آخر يعني إنجازة التسبية أن يكون رئيس الوزراء العراقي في منصبه الذي يمثل سيادة العراق عميلا بشكل أو بآخر للاستخبارات الإيرانية هذا أمر قد يكون سابق وقد يكون خطير جدا أيضا يعني التخابر مع دولة أجنبية هو موضوع خطير جدا ويعاقب بالعدام كل بذمجه بالقانون العراقي لكن هذه الجرائم لن تذهب بالنسبة لهم سوف يحاسبهم الشعب قريبا على كل جرائمهم اللي ارتكبوها بحق العراقيين ومنها جريمة التخابر مع دولة أجنبية يعني نستغرب أنه مدير استخبارات عسكرية تظهر عليه وثائق أنه يكون عميل يعني مدير استخبارات العسكرية في كل دول العالم هو الشخص الأمين على مصالح بلده لكنه أن يظهر عندنا اليوم مدير استخبارات عسكرية يبيع بلده بأموال أو بمباركة إيرانية من أجل حسب ما يقول المذهب هذا فتش غريب ولم يكن على العراقيين لم يمر على العراقيين سابقا سيد فريد يعني عفوا أيضا في هذه التسريبات هناك إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بالنشاط الاستخبارات الموجود في إيران خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية تعيد موجودي هنا هذا محتمل وأعتقد أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تعرف أن الموارد والمصادر الاستخباراتية التي تركتها في العراق ربما تتوجه لخدمة استخبارات أخرى عندما رأيت التقرير معظم الخبراء عرفوا أن إيران كانت متورطة في التدخل في شؤون العراق ولكنني دهشت أو صعقت من هذه التقارير بأن العمليات الاستخباراتية الإيرانية هي عند كل مستوى وعلى كل مستوى في إيران للسيطرة على السياسيين والاقتصاد والتأكد من أن لا أحد يحصل على أي صفقة اقتصادية هامة لا تباركها إيران العنف موجود في جنوب العراق حاليا ومع الأحزاب والميليشيات المدعومة من إيران في وضع هجوم أو في وضع الدفاعي فهذا يجعل الأمور أسوأ هي النقطة سيد الكريم أن العراق حالته استثنائية يعني العراق شهد تدخلا أمريكيا عسكريا لإسقاط صدام حسين يعني العراق يعتبر امتداد للنفوذ الأمريكي في المنطقة وهنا السؤال كيف تمكنت إيران لا أريد أقول من السيطرة استخباراتيا على العراق ولكن كيف تمكنت من الحصول على كل هذا النفوذ أعتقد أن إيران ملأت الفراغ في العراق عندما انسحبت الولايات المتحدة وكانت تحاول حماية الشيعة العراقيين من الهجمات من جانب العراقيين السنة إذن هي كانت تحاول أن تعمل شيئا إيجابيا ولكن هذا ليس هو هدف وجود إيران هناك إيران وسعت من نفوذها ليس فقط في العراق وإنما في سوريا ولبنان أيضا ومثير الاهتمام الآن أن العنف في العراق وفي سوريا وفي لبنان أعتقد أن هذا يعود إلى سياسة الضغط القصوى الأمريكية التي تحرم إيران من المداخيل التي كانت ترسلها إلى هؤلاء وهي تحصل على أموال وتقوم بزرع عدم الاستقرار دكتور آخرون غير الذي شاهدناه في هذا التقرير يتحدث عن أن الحاكم الفعلي قد يكون للعراق هو قاسم سليماني قائد فيلق القدس إلى أي مدى هذا الكلام قد يكون دقيق؟ وإلى أي مدى يمتلك السياسيون العراقيون أو المسؤولون العراقيون من أمرهم أي شيء بمقدورهم أن يتخذوا أي قرار؟ يعني هو اليوم القرار الإيراني واضح في العملية السياسية بالعراق ولن يكون رئيس الوزراء أو لن يكون وزير إلا بموافقة أو بمباركة إيرانية ووجود قاسم سليماني في كل العمليات العسكرية وحتى الآن المتظاهرين هم يقتلون من قبل قاسم سليماني وفي سلاح قاسم سليماني الإيران لن تسيطر على العراق لأنها قوية ولكن بسبب ضعف عمالة الحكم في العراق ضعف القيادة العراقية الحالية يعني ما الذي يجعلهم عملاء العراق بلد غني بموارده ببشره بخيراته يعني ما الذي يجعلهم عملاء لإيران؟ كيف نفهم هذا؟ يعني هم كل الطبقة الحاكمة كانت تعيش في إيران وكانت موالي الإيران وإيران هي التي صنعت منهم ومن أحزابهم عندما كانوا لاجئين لديها واليوم يريدون أن يردون الجميل لهم بأن يسلمون العراق لهم وهذا شيء ما أصور أنه سوف يبقى يعني مثل ما يرجوه لأنه الشعب انتفض وقال كلمته للأحزاب أطلعوا خارج العراق دعني أشرك من بغداد الدكتور محمد نعناع الباحث والأكاديمي ينضم إلينا عبر السكايب دكتور محمد ماذا تقول في هذه التسريبات عن الدور الاستخبارات الإيراني في العراق دور يصل إلى أعلى هرم السلطة؟ مساء الخير عليكم جميعا مساء النور لا جديد في الموضوع أغلب العراقيين وكل الطبقة السياسية والنخب الثقافية تعرف ذلك هذا الأمر ليس خافيا وحتى أنه لا يحتاج إلى وثائق قد الوثائق تؤكد ما حقيقة الأمر وقد تكون مفيدة لمن هو خارج العراق ولبعض مراكز القوى خارج العراق ولبعض المؤسسات الدولية لكن في العراق على أرض الواقع حدثت عدة أمور تجعل المشهد واضحا أمام جميع العراقيين بأنه تمت نفوذ وثمت تحركات كبيرة لإيران في العراق من خلال شخصيات قيادية كبيرة على المستويين وعلى الصعيدين الديني بمعنى أن هناك شخصيات دينية كبيرة جدا على مستوى حتى مراجع وكلاء مراجع يتعاملون ويتخادمون ويتخابرون مع الجمهورية الإسلامية وكذلك على المستوى السياسي هذا ليس أمرا خافيا خصوصا بعد تأثير إيران في تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر يعني في العام 2010 فبدأ التخادم بشكل عميق جدا إلى أن إيران تحمي النظام السياسي العراقي الجديد طيب يعني لنضع النقاط فوق الحروف سيد نعنى هل نحن الآن نتحدث عن أن الطبقة السياسية الحاكمة في العراق في غالبيتها يعني النفوذ شيء والعمال شيء آخر هي عميلة لإيران هي تخدم المصالح الإيرانية هم جواسيس لإيران يعني هل الكلام بهذه الفضاضة؟ قبل عام 2010 كان هناك تخادم والولاية الأولى لنور المالكي لم يكن فيها ذو طابع إيراني وكان بالعكس يعني كانت هناك بعض التحركات بأن الحكومة العراقية في ولاية المالك الأولى كانت أقرب إلى واشنطن منها إلى إيران لكن بعد العام 2010 تحديدا أصبح الكثير من السياسيين بدرجة وزير ووكلاء وزراء يعني عملاء واضحين ويتلقون أوامرهم ويعينون من طهران أصبح الأمر واضح وهذا الأمر إذا تعودون إلى مثلا أنا فقط سأعود مرة أخرى إلى تعريف تعريف مصطلح عميل العميل هو الذي يعمل ضد مصلحة بلده لصالح دولة أخرى هل هذا توصيف جزء من السياسيين العراقيين؟ هو هناك نوعين من العميل هناك العميل المقتنع العميل الأجير العميل الأجير موجود لإيران والعميل المقتنع الذي يقتنع بأن الخيارات لا بد أن تكون طائفية لا بد أن يكون قريبا من إيران وأن يبتعد عن العلاقات مع أمريكا لأن إيران تنهاه عن ذلك وتضغط عليه لكن عموما لدينا عملاء نعم عملاء بشكل واضح ويعملون لصالح دول أخرى كإيران مثلا ضد المصلحة العراقية ويؤثرون على التحركات العراقية في الخارج في الإقليم في العلاقات الخارجية ولكن دعني أوضح مسألة بشكل سريع قبل أن أختم هذه المداخلة الخيارات الطائفية للمجموعة الاجتماعية الشيعية دفعت إلى أن يكون هذا الأمر مستساغا بمعنى أن كان هناك مظلومية للشيعة وإيران ساعدتهم فجعل هذه الخيارات سأعود إلى هذه النقطة ولكن دعنا نبقى في قصة العمالة وهنا مع السيد فريد ضيفي من واشنطن قبل قليل مسؤول في الخارجية الأمريكية تحدث عن أن إيران تحاول تدمير العراق كيف تعلق على هذه النقطة وإنه لماذا تريد إيران تدمير العراق لا أعرف ما إذا كانت إيران تحاول تدمير العراق ربما تحاول تدمير العراق كأمة وبصورة أساسية جعل العراق دولة عميلة لإيران أود أن نعلق على بعض الأشياء التي قالها آخر ضيف وهذا يتعلق بكيف تقلل إيران من شأن الشعور الوطني العراقي صحيح أن الكثيرين من الشيعة العراق رحبوا بوجود إيران بعد الغزو الأمريكي خاصة الصفوة ولكن إيران اعتقدت أو قللت من شأن العراق كأمة وعندما يكون هناك من يعتقد أن إيران تدير العراق وترشو الحكام أو المسؤولين العراقيين فإن الشعب لن يرضى بذلك التسريبات الأخيرة ستجعل الأمور أكثر سوءا حدثني أيضا عن التوقيت لأن هذا التقرير يتحدث عن الفترة ربما من 2010 2014 وحتى الآن هي معلومات ليست بالجديدة ربما كانت معروفة لدى كثيرين ولكن أن تخرج في شكل تسريبات شبهة رسمية والشارع العراقي موجود في الشارع منطفض وغاضب ضد إيران وضد الطبقة الحاكمة هل من رسالة أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسلها من خلال هذه التسريبات؟ لا نعرف من أين جاءت التسريبات نيويورك تايمز وصحيفة أخرى اسمها انترسيب أرسلت إليها التسريبات بدون معرفة المرسل اعتقادي أنه مهما كانت التدخلات الإيرانية في 2014 إلا أنها الآن أكثر خطورة وأوسع بالطبع هذا سيؤثر عن الموقف الحالي في العراق ويجعل الأمور أسوأ دكتور عادل توقيته الكشف عن التسريبات خاصة بأن الشارع لا يزال منطفض ويطالب بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة وكذلك بإخراج إيران يعني هي التسريبات التي ظهرت مؤخرا ولو جاءت متأخرة كان المفروض قبل هذا الوقت حتى تكون هناك عملية عزل للنفوذ الإيراني لكن هذه التسريبات اليوم سوف تزيد الشارع هيجاة ضد هذه الحكومة وسوف لن يعود المتظاهرين إلا إسقاطها ولا يقبلوا بأي تصليحات أطلاحات يراد بها ترقيع العملية السياسية العملية السياسية تعتبر ساقطة من أول يوم سقط فيها أول شهيد وهذا اليوم بعدما صارت هذه التسريبات فسوف تزداد هذه العملية لإزالة هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة دكتور محمد وفي كلمة أخيرة حتى إيران تتفاخر بهذا الأمر وتقول أنها تسيطر على عواصم عربية من ضمنها بغداد المرشد الأعلى يتحدث عن أن المتظاهرين في العراق وحتى في لبنان هم ضد إيران وهنا سؤالي هل ستتخلى إيران عن نفوذها بسهولة؟ إيران ستستخدم هذا النفوذ للتفاوض مع أطراف الإقليمية والدولية وهي الآن تشرع بترتيب حملة علاقات دولية من أجل استغلال الأوراق التي بين يديها ومنها السيطرة أو النفوذ الكبير في العراق لكن أعتقد بأنه إيران وتحديدا المرشد علي خامنئي سوف يقوم بعملية مراجعة لكيفية التعامل مع الشيعة خارج إيران وتحديدا في العراق سوف يراجعون أنفسهم لتخفيف الضغط لأنه هنا الضغط في العراق كبير جدا شعبية إيران ولكن مرة أخرى سيد الكريم دكتور نعناع أن الثمن الذي نشاهده دماء بريئة تسيل في الشوارع هناك قتلى في العراق عدد كبير من القتلى في فترة قصيرة من التظاهر نعم بالتأكيد وهذا سوف يكون ضاغطا على إيران والأطراف التي تواليها في العراق الحراك الاحتجاجي الأخير صنع ضغطا هائلا ووضع إيران في أسوأ أوضاعها والقوى التي الآن مرتبطة بها وما زالت تدافع وتبرر وتشرعن في أسوأ شعبية لها هناك شخصيات الآن اختفت من المشهد ولم تصدر بيانات ولا تغريدات ولا غيرها بسبب هذا الضغط إيران سوف تراجع نفسها بدقة وسوف تجد بعض الحلول منها سحب بعض التحركات العنيفة المشبوهة لها في بغداد والمحافظات واستبدالها بطرق دبلوماسية خصوصا مع العشائر ومع بعض الوجهاء ومع بعض التجار وهنا دعني أسألك ومتى فعلت إيران هذا يعني دائما حتى إيران في الداخل في داخل إيران هناك متظاهرون الآن إيران تطلق عليهم الرصاص من الإيرانيين نعم حدث هذا الأمر في تفاوضها مع واشنطن حول الوضع في العراق ما بعد تقرير بتريس وكروكر في الربع الأخير من عام 2007 وكان هناك تراجع عن بعض الممارسات ولكنها مع الانسحاب الأمريكي عادت وبنت إمبراطورية في العراق ودعمت أحزاب وأسست قنوات فضائية وبراكز دراسات كانت أيضا تستخدمها بشكل ناعم لكن بعد داعش وتشكيل الحشد والميليشيات عادت لتمارس دورا خشنا وتؤثر على الساحة العراقية أعتقد بأنها في أسوأ ظروفها مما يدعو أنه ومع وجود العقوبات ويسحب بعض التمويل لبعض الجهات يتطلب منها أن تنحني لعاصفة كبيرة جدا يقودها العراقيون وكذلك الإرادة الدولية أنا أشكرك جزيلا الدكتور محمد نعناء الباحث والأكاديمي ضيفي من بغداد من أربيل الدكتور عادل الجبوري الناشط والأكاديمي ومن واشنطن فريد فلتس الرئيس والمدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية شكرا لكم اشتركوا في القناة